السلام عليكم ازايكو اخباركو اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال دي السيارة اللي يمكن كتير جدا منكو حبها حبتوا اكلاتها ووصفاتها وكمان روتيناتها وكمان تجديدها في مباخها وكل اصرارها لانتو عايدين تهرفوها صدقوني كل المغامرات بتاعتها حلوة جدا وافكارها في الاكلات والوصفات الجديدة اللي اعتقدتها لكم النهاردة هتبقى قدقية مميزة جدا بيها حتى كمان صلاتة البطاطس اللي قدمتها لنا دلوقتي بافكار كلها بسيطة لكن صدقيني في الجو الحار اللي احنا فيه ده بنكون عايزين اكلة ووصفة خفيفة زي اللي هي عملتها ناس كتير شايفة انها بتقدم الاكلات دي في مطعم ناس تانية شايفة انها بتقدم الاكلات والوصفات دي وبتعرضها لكذا حد يعني ده مش في البيت ليها والزوجها واولادها عمتا يا جماعة الفكرة واحدة والطريقة واحدة وانت طبعا هي ممكن تكون بتعمل بكميات كبيرة انت في البيت هتعملي بكمية قليلة المهم ان الهدف من الاكلة والوصفة اللي احنا بنشوفها حاجة حلوة جدا تقدري طبعا تجي نوعي تجددي تغيري بقى في الاكلة والوصفة العادات بقى والحاجات التقليدية بنشوف بقى حاجات ممكن تكون مختلفة بالنسبة لنا يلا بينا بقى كده نجدد في الاكلات والوصفات ونعمل حاجة تكون مميزة جدا حتى كمان هنا بقى المرادي شوية الصلصة اللي عملتهم بقى مع الكفتة الكفتة بقى لتحتها شوية خضار كده ما اقول لكوش البتنجان البطاطس اشكال والوان حتى المعجنات اللي بتبهرنا بيها هتشوفوها دلوقتي معاين بكل تكتها وحركتها حاجة تفتح النفس جدا يلا بينا كمان دلوقتي مع بعض كده نشوف اجمل الاكلات والوصفات الشربة اللذيذة الداسمة جدا اللي بتقدمها لنا ومشاء الله طبعا زي ما احنا عارفين طالما بتطبخ لكمية كبيرة هتبقى محتاجة كمية الطماطم برضو والصلصات ما اقول لكوش بقى ودي كمان شوية التسبيكات اللي بتجهزها هتبقى جهزة معاها بقى في شوية بتنجان زي اللي قدامنا ده حتى كمان شوية الفلفل بكل الوانه تعالوا مع بعض طبعا دلوقتي بدأت تنظف معانا الفلفل والبتنجان ده وتشيل مينهم بقى البزر او الحاجات اللي مش حلوة في البتنجان من فوق وبالفعل بدأت تقطعهم بالكمية اللي زي دي وطفيتهم كمان دلوقتي هنا على صلصة الطماطم او التسبيكة اللي كانت بتعملها يعني تسبيكة الطماطم دي كان فيها الاول كان فاصة توم ونزلت بالطماطم والبتنجان المشوي والفلفل المشوي وشوية خضرة في النهاية خالص وكباية زي زي ما شفنا طبعا هنا ما شاء الله الكمية معانا كبيرة جدا وبدأ التعابي كل العلب او البرتمنوب بتاعتها بالخزين او يعتبر بقى الصلصة اللي هي عملتها دي حاجة حلوة بتقولك طعمها لذيذ جدا بتقدري طبعا تطلعيها جنب اطباق الاكل كده الجانبية بيبقى طعمها حلو جدا يعني تنفع معاك بقى افطر غدا عشان ما اقولكيش تعالوا مع بعض دلوقتي نسخل مع المعضة مع المعجنات الخميرة بتاعتنا وشوية من المية والدقيق ومحسن الخبز وبدأ بالفعل كانت تعمل معانا هنا العجينة اللذيذة دي وطبعا بقى العجينة بتاعتك عايزها تبقى طرية بتقولك كل ما كانت طرية اكتر كده كل ما هتطلع معاكي في الطعم اتبقى احسن بكتير وطرية اكتر تعالوا مع بعض نبدأ نقطع كل المعجنات بتاعتنا دي ونفردها بالصورة والشكل اللي قدامنا ده ونبدأ نزبط حال العيش بتاعنا عيش التصى بقى لقدامك ده اللي يمكن ستات كتيرة دلوقتي طبعا بيتعملوا في بيت ما بياخدش معاكي وقت والشكل قد ايه حلو جدا وتقدميه طبعا بقى بالشكل الجميل ده اللي اكيد برضو كمان طعم وحكاية جام بقى الفطار الغداء العاشة زي ما انت حبك بتقولك طبعا تقدري كمان تعمليه بصورة يومية او يوم بعد يوم او تعمليه وتحطيه في الفريزر معاكي واتطلعي تسخانيه على طول تعالوا مع بعض كمان دلوقتي هنشوف بقى كده نوع من انواع المعجنات اللذيذة اللي هتعاملها معنا الزبدة والبيض وكمان في نفس الوقت كوباية من السكر كوباية كمان دلوقتي من المياه وتبدأ تعجين كل ده كويس جدا لحد طبعا كده من العجينة تدوب معاكي دوب زي ما انت شايفة ويبقى كمان شكلها ناعم جدا زي ما قلتلكم في البداية وتبدأ كمان يعني تعجينها على رخامة المطبخ عشان طبعا تكون بحريتها كلها ويلا بينا نبدأ كمان نشكل العجينة بتاعتنا بالكور اللي قدامنا دي وتعملها شكل حلو تحشيها بقى من جوة بالجبن تحشيها من جوة بالشوكولاتة تحشيها من جوة بالعجوة او البلح او الطمر تحشيها طبعا باي حشوة انت حباه وبعد كده طبعا صفار البيض معا شوية كمان كده بقى من السمسم او حبة البركة اي نوع انت تقدر تجيبيه وتحطيه بالشكل اللي انت عايزاه هيبهيك جدا وطبعا دي كلها افكار ممكن تبقى وسيطة جدا ما تاخدش معاكي وقت ولا مجبوط كبير لكن مجربة بتعمليها اكيد طبعا بتغيري كل تفاصيل البيت عندك تعالوا ندخل كمان دلوقتي هنا كده بقى على السبانخ اللذيذة جدا وجابتها بالفعل وفرموتها بالصورة النعمة جدا دي وجابت دلوقتي معانا هنا بقى البيض وبدأ الطفرم كمان كل دا مع بعضه والعجينة بتاعتها مع شوية الديق عشان تعمل دلوقتي معانا العجينة الخضراء اللي قدامنا دي وادخالها معانا الفرن اللي هتطلع طبعا دلوقتي معانا حكاية وطبعا بقى بتقدري تتحكمي في الصصات او الشكل اللي انت عايزا تعملها بقى صوص بشامل تعمل لها بقى يعني اي نوع انت حبا دي حاجة ترجعلك في ناس طبعا بيعملوها كصنف حرويات في ناس بيعملوها كصنف بقى كأنها بالضبط مش كيكة دا حاجة تنفع معاك عالغدا كل الناس تعمل اللي هي عايزا تقدري تزويدي الفكرة اللي انت حباها تشيلي فكرة وتحطي فكرة تانية تحطي الحشوة دي في النص زي مثلا بقى لتشيزكيك بس بطريقة مختلفة يعني الحشوات بالنسبالك دي حرية اختيارية هيا بتديكي كوالي الحشوات والاكلات اللي انت عايزها وانت تقدري تشكلي وتجددي من جوا بالصورة والفكرة اللي انت حباها في ناس كتيرة طبعا ما بتحبش الخضار بقى فتقدري تدخيلهم الخضار بنفس الفكرة والصورة اللي زي دي ومفيش حد طبعا بيمنع ابدا ان احنا نتحكم في شكل الوصفة او الاكلة غير اللي اذا كيت طبعا حلوة جدا حتى كمان اصنف بقى الحاجات الحلوة اللي بتهملها تعالوا نشوف طبعا دلوقتي بقى كده ده اللي شبه يعتبر الجليش بس هتقدمه معانا بطريقة حلوة جدا شوية بقى كده المقصرات من جوا والحشوات اللي تقدري تحطيها وتقدري كمان تشكليها بالصورة والفكرة اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض لازمان طبعا تستخدم العصايا الرول اللي زي دي وتبداية تشكي العجينة بتاعتك بنفس الشكل عشان تاخد الشكل الجمالي اللي بتشوفيه كمان في محلاتي الحلواني بنفس الصورة دي شكلها حلو طبعا دلوقتي هتدخل معانا الصنية دي الفرن وهنشوفها دلوقتي طبعا هي بتسقيها كمان في النهاية بالشربات لكن يعني صنية الجلاش العادية هي بتقدمها بطريقة مختلفة تقسمتها حلوة فيها كمان كممكن تكون مميزة جدا الاكلات والحشوات من جوة زي ما قلتلكم تقدري بقى اي حطت مثلا مكسطرات انت تقدري تحطي نوع تاني وشايفين طبعا دلوقتي اشكال كتيرة ما شاء الله من نفس الفكرة اللي هي عاملها لكن بقى عاملها ممكن بالشكل المدور ده شوية كلهم ما شاء الله كده كميتهم كبيرة وكمان كلهم اكيدي حاجة كانت تفتح النفس جدا حتى المطبخ اللي قدامنا ده احب اقولكو دلوقتي هنشوف مع بعض تصميمه عامل ازاي لاني ناس كتيرة كانت بتسأل في خصوص المدبخ او يعني يا ترى مكوناته ايه لانه طبعا ما شاء الله هتبتطبخ فيه بكمية كبيرة لأكتر من فرد يعني تحسي ما يقلش كده بالضبط عن عشر عشرين فرد بتطبخ لهم وبتعمل لهم احلى الاكلات والوصفات فعمتا هنشوف طبعا لسه دلوقتي مع بعض تصميم المدبخ ده كان ماشي ازاي برضو هنا دلوقتي كده نفس فكرة الرؤاء اللي احنا بناعمله هنا في مصر لكن بقى دلوقتي المراضي جابته بدأت بالفعل ترسه في الصينية بالشكل ازاي ده بتلك حتى لو بيتكسر معاك عادي جدا بتقدري تحطي في كل الفتحات الموجودة وتسقيه كمان باللبن زي ما شوفنا وتقدري كمان تزبطي الدنيا اكتر بالوضع اللي قدامنا ده ويلا بينا كمان دلوقتي مع بعض نشوف هنا التصميم ده هيكون ماشي ازاي وبدأت تحط برضو في النص كده شوية من المكسرات وتبدأ طبعا اكيد تحط طبقة تانية من برضو الجلاش او يعني اعتبر الرؤاء بتاعنا يعني نفس الفكرة بالضبط لكن الطريقة بس هي اللي ممكن يكون فيها تاكة مختلفة وبدأت برضو تحط من فوق كده من على وش شوية من الكريم شانطي طبعا على كمان يعني اي نوع فاكهة موجودة عندك يلا بينا نشوفها دلوقتي طبعا تصميمي المطبخ ما شاء الله المطبخ هنا مساحته كبيرة زي ما انتو شايفين وفيه اكتر من رخامة عشان طبعا تقدر تستغل الرخام كويس بالنسبة لها القرفف كمان ما شاء الله من فوق كتير عشان تقدر تستوعب الكمية الكبيرة اللي هي تحطها عندها في المطبخ ويلا بينا نشوف كمان دلوقتي بقى كده مع بعض شكل بوتاجاز شكل الفرن طبعا بقى بتقولك هنا البوتاجاز برضو عليه اكتر من عين مساحة الفرن مش الفرن العادي بقى والتقيدي الفرن ده اكبر شوية عشان يقدر ياخد معاك كمية اكتر من الصواني يلا بينا كمين دلوقتي هنا ندخل برضو على طريقة تانية من المعجنات الخميرة مع ما شاء الله كمية الدقيق اللي ممكن ما تقلش عن خمسة كيلو لان هي طبعا بتعمل ما شاء الله لعدد كبير جدا ويلا بينا نحجن العجينة بتاعتنا اللي هي هنا بالفعل خبرت كده ويلا بينا نبدأ نزود بقى الصواني بتاعتنا ونحط فيها العجينة تعمليها بقى فطير من جوه محشاب الجبنة والخضار الفكرة بسيطة وحلوة جدا وتبدأ تفريدي طبعا بقى العجينة بتاعتك وتدهيني من على وشها كده كمان البيض وتزبطي الدنيا اكتر وتخلي شكلها حلو ولذيذ وشوية كمان من السمسم على حبة البركة وتعملي اكتر من صنية بالشكل اللذيذ ده ويلا بينا ندخلهم الفرن ونشوف طبعا شكلهم عامل ازاي واكيد طبعا احنا واسقين جدا في اكلتها وزوقها كمان حتى في الوصفات اللي بتقدمها بتعمل ازواء اللي هي الحاجات البسيطة اللي مش اوفر خالص وممكن ما تكونش مكلفة يعني حتى شوية المعجنات بالجبن اللي احنا شفناها دي ابسط الحاجات اللي انت ممكن تعمليها مش شرط بقى طبعا اللحوم والفراخ حتى شفنا مع بعض طرقتها في بداية الفيديو والبطاطس اوساطة البطاطس العادية بتقدم دايما الحاجات البسيطة جدا ويمكن اي نعم سعب بتقدم الحاجات اللي فيها لحوم وكل حاجة بس ممكن تكون بالنسبة قليلة يعني بتحاول توريك الوصفات البسيطة وكمان المختلفة والمتنوعة اللي تقدر تبيري بيها اولادك هي دي طبعا بقى كده الحاجات الحلوة اللي احنا بنحب نتفرج عليها مش مجرد اكلة ولا وصفة عادية ولا تقلدية مجرد ما بتقوم بالحاجات اللي زي دي بتفتحي نفس كل اللي عندك على الاكلات والوصفات وطبعا بقى في ظل غلاء الاسعار كلنا طبعا بنميل دايما للأكلات والوصفات اللي ممكن تكون خفيفة وصحية اكتر وطبعا هنا حتى نسبة اللحوم اللي بتحطها ممكن تكون نسبة قليلة يعني ممكن تعملي اللحوم اللي زي دي مرة مثلا او مرتين في الاسبوع او مرة في الشهر كل واحد اكيد وظروفه وامكانياته وبتوريك ان انت تقدر يتقدمي الفكرة بصورة حلوة جدا حتى كمان بقى فكرة يعني اعتبر الطارت او الكربات اللي انت بتجيبيها من بره والحلوة باسعار غالية بتقولك لا تعالي اعمليها دلوقتي معنا في البيت بكمان يعني يعني يعتبر بالحاجات المتوفرة عندك اي نوع فكهة موجودة عندك حتى لو نوع واحد بس تعالوا مع بعض ايجا نشوف الوصفة وهسبقوا دلوقتي مع بعض استمتعب الفيديو للنهاية واتمنى من كل قلبي لو عجبكم فيديو النهاردة هستنى اكيد لايكاتكم الحلوة وحماسكم ومشترككم معايا عشان ابهركم بكل جديد وشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة